الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكارم والأباء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله الإخوة خير الجزاء على إتاحتهم لنا هذه الفرصة أن نتناصح في الله سبحانه وتعالى ولأن الله عز وجل أمرنا بذلك ولأن من صفات أهل الإيمان أنهم يتناصحون وأنهم يذكر بعضهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين في هذه العجالة بإذن الله تعالى سأتكلم على آية من كتاب الله وهذه الآية الكريمة آية 153 من سورة الأنعام قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هذه الآية الكريمة هي وصية من الله سبحانه وتعالى ولأن الوصية عندما تكون من الله عز وجل فما أعظمها من وصية فهذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أول أو أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن فإن لم نجد ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لأحكام القرآن ومعانيه كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي صراطي سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاء وعلى رأس الصراط داع يدعو أيها الناس أدخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع من فوق الصراط إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجع فالصراط هو الإسلام والسوران حدود الله عز وجل والأبواب المفتحة هي محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا قال بعض العلماء الصراط هو الإسلام وقال النبي صلى الله وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا مع وجه فقال هذا سبيل الله وهذه هي السبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه على رأس كل هذه السبل كل سبيل من هذه السبل المعوجة شيطان يدعو الناس إلى هذا السبيل والسبيل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم والمسلم يدعو الله عز وجل في كل صلاته أن يهديه الله تعالى إلى الصراط المستقيم والله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم فلا تصحوا الصلاة إلا بهذا الدعاء إلا أن تقرأ هذه السورة فتقول هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم فأيها الإخوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج بير واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فما من خير يقرب الأمة إلى الله إلا ودلنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما من شر يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم فما علينا وعلى الناس جميعا إلا أن نتبع الصراط المستقيم الصراط الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وباتباع الصراط المستقيم تتآلف القلوب لأن الصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا بالله واستقاموا على طاعة الله واعتصموا بحبل الله عز وجل تآلفت قلوبهم يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالله عز وجل يؤلف بين القلوب باتباع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينهم مشاكل وحروبات واختلافات وإحا فلما آمنوا بالله تعالى واستقاموا على دين الله عز وجل تآلفت قلوبهم وصاروا إخوانا يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه الأخوة لا تكون إلا إذا كانت على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو الناس كلهم اتبعوا طريق واحد وكتاب واحد وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتآلفت القلوب ولأن الأمة الإسلامية في هذا الزمان وهذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والآفات الناس تفرقوا وتشرذموا واختلفوا ولماذا يختلفون وهم يتبعوا وهم خلقهم وأوجدهم رب واحد ودينهم واحد ورسولهم واحد ما هو السبب الذي يفرقهم وما هو الأمر الذي يختلفون من أجله فإنما يختلفون ويتفرقون ويتحزبون لأنهم لا يتبعون الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ولأن الناس لو اتبعوا السنة لتآلفت القلوب انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حالهم كانوا لما زكت نفوسهم لما لما زكت يعني نفوسهم وصفت قلوبهم لبعض كانوا إخوانا وكانوا يتآلفون ولذلك لم يختلفوا في أمور الدين فكلهم كانوا متفقون على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم فأيها الإخوان وأيها الآباء الطريق الذي يوصل إلى الله هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعي واجتنابي البدع والشهوات لأن الله عز وجل عندما أمر باتباعي الصراط المستقيم نهى عن السبل التي تفرق ربنا يقول ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيلي قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي قال السبل هي البدع والشهوات فالبدع والشهوات هي التي تفرق الناس ولذلك علينا أن ننأى بأنفسنا عن اتباع البدع والشهوات فهؤلاء فهذه الأمة اليوم صاروا يتبعون هذه الطرق التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبع طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوم القيامة يندم ويتحسر على اتباعه لهذا الطريق الذي يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هذا البلد الناس أكثرهم يتبعون دين الآباء والأجداد ولا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجهلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقه وبهديه هذه الطرق كلها تقود إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنها تقود إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة اليهود اتفرقوا بقوا عندهم واحد وسبعين طريقة والنصارى قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى إثنتين وسبعين فرقة النصارى عندهم إثنين وسبعين طريقة وستفترق هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستختلف وستتفرق إلى ثلاث وسبعون فرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار كل هذه الفرق وهذه الطوائف كلها في النار هذه الطرق من الطرق الصوفية ومن طرق جماعة الإخوان المسلمين ومن غيرهم من الفرق الهالكة فكل هذه الفرق تقود إلى النار وتقود إلى الهاوية فإنما الفرقة الناجية هي الفرقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك فالمنهج الحق هو المنهج الذي كان عليه السلام الصالح وهذا المنهج يقوم على هذه الأصول الأول كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج السلف أن تتبع القرآن والسنة وتفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم ولأن الله عز وجل أمرنا باتباع الصحابة وباتباع المؤمنين يقول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ذكرت هذه الآية الكريمة أن المتبع في إثبات أحكام الله تعالى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين فلا يجوز إثبات حكم شرعي بغير هذه الأصول الثلاثة لا نص ولا استنباط بحال من الأحوال فالمتبع هو فهم الصحابة رضي الله عنهم ما تفهم القرآن والسنة بفهم زعيم من الزعماء أو بفهم شيخ طريقة أو بفهم مفكر إسلامه فإنما عليك أن تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك من اتبع سبيلهم نجى ومن خالف سبيلهم فقد هلك فعلينا باتباع السلف الصالح يقول الإمام الأوزاع رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت في طريق مستقيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سبيل السلف وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحيينا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم أبارك وأنعم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين نترك الفرصة للإخوان وفليتقدم الأخ مهي الدين حفظه الله تعالى